لأن الحياة بتلبق ليك، ما تخليها توقف عند الاستهتار بصحتك خوفاً من أن تهمل المرأة اللبنانية في خصوصات الكشف المبكر لسرطان الثدي بسبب الظروف المعيشية الصعبة وتغيير شروط شركات التأمين ونقص في دعم وزارة الصحة كشفت مؤسسة نوح برئاسة السيدة حسنة الحريرة ورعاية الشيخ بهاء الحريرة بالشراكة مع سوى لبنان وبالتعاون مع المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأمريكية ومنظمة القمصان البيض عن مشروع إجراء عشر تلاف فحص شعاعي للكشف المبكر عن السرطان الثدي في 13 مركزاً طبياً موزعة على كافة المحافظات حفل إطلاق حملت سوى من حارب سرطان الثدي جرى بحضور الفنانة إليسا التي عاشت تجربة المرض وانتصرت عليه ما بحيتي كنت متخيل أن أكون قاعدة بمؤتمر طبي من ثلاث سنين ما كنت أفكر بها شيء لما تعفيت قررت أن أحكي عن الموضوع وعملت الكلب ودويت على هذا الشيء وأختي من وراء اللي عملته عملت فحص وكانت بستاكت روها وطرت تعمل كل شيء ولو ما من التوعية أو من الكلب أو من أنه حكي عن تجربتي مع المرض يعني يمكن ما بعرف شو كان صار اتفق المتحدثون من المجال الطبي والإعلامي على أن الكشف المبكر يوفر الكثير من الوجع أولا ومن تكاليف العلاج ثانيا إذا بعدين تأخرنا لا الدواء بينفع رح نتوجع أكتر والكلفة رح تكون أعلى بكتير ونسبة الشفاء أقل التشديد هو على إجراء النساء فوق عمر الأربعين سنويا للفحص الشعاعي ولكن بحسب دكتور هادي غانم ظهرت مؤخرا حالات لفتيات في عمر صغير بشجع كل النساء وكل البنات حتى اللي بعمري أنه هن يفحصوا حالهم تيعرفوا إذا فيه ظهور لأي شي غريب ومن بعده يتابعوا مع الحكيم ويخضعوا للفحصات اللازمة كان يطلق عليه هيداك المرض ومع التوعية أصبح سرطان الثدي يسمى باسمه وحملات الفحصات مستمرة ولكن كلفة العلاج تبقى برتفعة جدا في لبنان كما أن الأدوية مفقودة في الظروف الحالية أنا اكتشفت إصابتي بالمرض بكير لأنه عملت الصورة الشعاعية واليوم انتصرت على المرض نسبة الإصابة بسرطان الثدي في لبنان هي الأعلى عالميا لأن الصورة واحدة بتحنيكة ما تتردد وعمليها اليوم قبل بكرة سوا منحارب سرطان الثدي من هنا مدت جمعية نوح يدها إلى كل امرأة وشجعتها للقيام بالفحصات مجانا وتعاهدت الفنانة إليسا أن تدعم هذه القضية إلى الآخر اشتركوا في القناة